في مفارقة مثيرة للجدل داخل الأوساط اليمنية استونفت المحادثات بين السعودية وميليشيا الحوثي رغم رفض الأخيرة للهدنة المعلنة من جانب المملكة وتجاهلها لمبادرة المبعوث الدولي ومناشدات دولية كثيرة لوقف التصعيد العسكري شكل وقف الحرب واطلاق النار ورفع الاحصار وما أعلنت عنه السعودية هو ليس قرار الوقف لاطلاق النار لأنه يكتضي استمرار الحصار وبالتالي الحصار يفرض بالقوة العسكرية وبالتالي هذا لا يعد وقفا لاطلاق النار نأمل من السعودية أن تستجيب وفق مصادر لرويترز فإن مشاورات تمت بين مسؤولين سعوديين وحوثيين مطلع الأسبوع الجاري وأكدت المصادر جدية الرياض في إنهاء الحرب ولكن لا يعلم حجم التنازلات التي ستقدمها لإرضاء الحوثيين لا توجد مواشرات عن حدوث تقدم حقيقي باتجاه تنفيذ الهدنة السعودية التي أعلنت قبل يوم واحد من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن فالمواجهات مشتعلة بسبب رفض الحوثيين وقف النار وإجراء أي حوار مع الشرعية في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر لرويترز عن وجود تباينات بين المسؤولين الحوثيين حول قبول الهدنة السعودية حيث تميل قيادات حوثية إلى التعاطي معها بينما تصر قيادات أخرى على إنهاء كامل للحصار البحري والجوي أولاً كانت السعودية قد أجرت أواخر العام الماضي محادثات مع الحوثيين عبر قناة خلفية وبحسب مسؤولة في مجموعة الأزمات الدولية فإن فيروس كورونا يشكل فرصة للمملكة التي تجد نفسها في ورطة كبيرة في اليمن وقد لقي الإعلان السعودي لوقف العمليات العسكرية من جانب واحد تأييد الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية قالت إن الوباء العالمي سيشكل كارثة إضافية على اليمنيين نتيجة تدهور نظامهم الصحي